انهم مسيطرين على كل المجالس والهيئات الممثلة للمسلمين في اوروبا وهم اللي بيحتكروا الكلام باسم المسلمين في اوروبا لالاخوان ودردهم ساهم كتير في النظرة تجاه مصر في الصحافة الغربية ليه لانه الصحف الغربي الفرنساوي الالماني الانجليزي بدأ يتعامل والسياسي خصوصا اليساري منهم والليبراليين يعني المعتقدين ان الانفتاحة للثقافات الاخرى هو القبول بالتطرف يعني بماشي بص للاخوان على انها جماعة متطرفة ارهابية بم يمثل الاخوان عندها جماعة ذات ثقافة مختلفة وانا لازم احترم الثقافات المختلفة يا جماعة وما يصحش ان احنا نوصمها بالتطرف دي ثقافتهم وهم احرار فيها المنطق الليبرالي دا والانفتاحي دا بيتجاهل ان دي جماعة قتلة لانه خايف يقول لانه مش عايز يبان وكأنه ضد الاسلام انت مالك انت ايها اليساري الامريكي او الفرنساوي انت مش عارف حاجة انت لا عارف هذه الثقافة ولا فاهم هذا الدين حتى المنظرات الحقوقية انت مش فهمين حاجة ايه يعني انتو بتتكلموا على التطرف باعتباره دا الدين فانت بتحترم التطرف من باب ان دا الدين لا يا سيدي مش دا الدين ويجي نظرلك انت باق يجي نظرلك انت ويتعمل معك اه 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 ايه دا اه لا انتو اه اه ضد الاخر ديكو اسلام وفوبيا هما اللي يقولون عندي اسلام وفوبيا انما مثلا الاكواني او الاسلامي اللي عنده الغرب وفوبيا والمؤامرة الصليبية الكونية على قلبهم مسئل عزر جنون جنون يعني بسه عموما العالم كله مجنون اشتركوا في القناة